للمزيد ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا سلامة عطالة سلامة هل يتوقع فعلا أن تلتزم دول شرق أوروبا بهذه المخرجات من المحكمة؟ قرار المحكمة الأوروبية العليا برفض الشكاوى التي تقدمت بها كل من سلوباكيا وهنغاريا بدعم أيضا من بولندا للطعام في قرار الاتحاد الأوروبي بتوزيع 120 ألف لاجئ موجودين في اليونان وإيطاليا لباقي الدول الأوروبية لا يؤثر على النتيجة المتعثرة أساسا سيما وأن هذه الخطة قد أقرت في سبتمبر 2015 ونحن في سبتمبر 2017 ومن أصل 120 ألف لم يعاد توزيع سوى أقل من الربع حتى هذه اللحظة ولا تزال دول عديدة تتباطأ في استقبال اللاجئين ومن بين هذه الدول النمسا وكرواتيا وسلوفاكيا وبعض الدول الأخرى وألمانيا هي أول دولة تستقبل أو أكثر الدول الأوروبية استقبالا للاجئين والتزاما بالخطة التي أقرتها المفوضية الأوروبية قرار المحكمة اليوم ربما يزيد التوتر القائم بين الاتحاد الأوروبي وبين هنغاريا تحديدا سيما وأن رئيس وزراءها قد طلب من الاتحاد الأوروبي أن يمول السياج الذي تقيمه بلاده على اعتبار أن جزء من هذا السياج يتصل بحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وعلى الاتحاد أن يمول هذا السياج وهذا ما رفضته المفوضية الأوروبية على اعتبار أن هنغاريا تستفيد من دعم كبير ربما أكثر دولة داخل الاتحاد الأوروبي تستفيد من دعم التكتل الموحد ولم تلتزم هنغاريا بالخطة التي أقرتها المفوضية الأوروبية ولا تزال الاتهامات متبادلة بين الدول الأوروبية في هذا الموضوع ربما سيناقش هذا الملف في أكتوبر القادم حينما يجتمع القادة والزعماء الأوروبيون اليوم كان هناك تقرير تقييمي من مفوض شؤون الهجرة الذي أكد بأن الدول بعضها لا يلتزم بالخطة الموقعة وبالتالي هناك دعوات ومطالبات كثيرة من طرف المفوضية ربما لاحقا تلجأ المؤسسات الأوروبية لمعاقبة بعض الدول التي تتلقى أو تتباطأ أو ترفض استقبال اللاجئين حسب الخطة التي وقعت في 2015 شكرا جزيلا لك من بروكسل مرسلنا سلام على طلع شكرا جزيلا لك